يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول في شهر رمضان الماضي كنت مريضة مرضا نفسيا ولا اعلم بتصرفاتي لمرضي وحظت في ذلك الوقت ولا اعلم عدد الايام ولا اعلم هل قضيتها ام لا فما الحكم في اذا كان اصابها اغماء فقدت الوعي او انها مجرد انها اصابها مرض نفسي وضيق في الصدر هذا لا يعفيها من العبادة تقضيها واذا لم تعلم عددها فانها تقدرها تحتاط تقضيها اذا كانت تركتها وعقلها موجود فكرها موجود فانها مهملة عليها القضاء اما اذا كانت تركتها لانها مغمن عليها وزائلة التفكير والمدة طويلة فلا يجب عليها القضاء نعم